لو أردنا أن نعرف المعجزة، ما هي المعجزة؟ المعجزة بكل بساطة حدث خارق للطبيعة أحياناً يكون مخالف أو مضاد للنموس الطبيعي لكن تذكر أن الله هو خالق كل الأشياء فإذن المعجزة هو عمل أجرته قوة إلهية لغرض إلهي بوسيلة ليست في متناول البشر فما هو الغرض من المعجزة؟ في عدة أسباب أو عدة أغراض لمعجزات المسيح أولاً الغرض الأول المعجزات هي أدلة صحيحة على الإعلان الإلهي دليل أنه كلمة الله إذا كان الإعلان بدون معجزات فيكون مشكوك فيه بل هي إعلان في حد ذاتها يعني لو شخص أراد أن يقول هذا الكلام من عند الله أو هذه كلمة الله بدون ما يبرهن بمعجزة أو بقوة أنه تأكد صحة هذه الكلمات أنها كلمات إلهية فالأمر يكون مشكوك فيه فالمعجزات كانت إعلان صحيح عن الإعلان الإلهي شيء تاني المعجزات هو إظهار مجد الله المعجزات تتحدث ببلاغة عن سيادة وسلطان الله على كل شيء فهو رب الكل فالمعجزات هي الختم الإلهي والرسمي لسلطان الله أن له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر شيء تالت الغرض من المعجزات المعجزات هي العلامة المميزة للهوت المسيح فطبعا هي العنصر الرئيسي لاستعلان الله في المسيح الله أعلن عن ذاته من خلال شخص المسيح مكتوب والكلمة صار جسدا وحل بيننا فحيث يسير المسيح الذي هو كلمة الله لابد أيضا أن تأتي معه المعجزات شيء رابع المعجزات تظهر أن المسيح هو المسيح الحقيقي إظهارات لقوة الذاتية في الإبداع والعقاب أحيانا والشفاء في كل الحالات شيء خامس المعجزات تتطفق مع أصل الإعجاز وكمال الأخلاق وطبيعة الخالية من الخطيئة عندما نتحدث عن معجزات المسيح فلا نتحدث عن أمور سحرية أو أمور لا إلها أي علاقة دائما تظهر وتتطفق مع أصل الإعجازة فالمسيح جاء إلى هذا العالم بمعجزة حبل به من الروح القدس أو كما يقول كتاب الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ولأن أصل إعجازه وكمال الأخلاق طبيعته الخالية من الخطيئة فالمعجزات شيء طبيعي بتتماشى وتتناسب مع حياته وشخصيته وصفاته وطبيعته أيضا المعجزات أيضا هي تأكيد صحة رسالة بل إرسالية الرب يسوع المسيح المعجزات تقول أن مصدرها إلهي أنه خرج من عند الله وأنه هو الله الذي صار بين البشر شكرا